لا يزال التوتر يخيم على محافظة البصرة جنوب العراق التي عاشت خلال ساعة الليل اجتباكات مسلحة بعد مقتل أحد عناصر سرايا السلام التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر برصاص مسلحين من عصائب أهل الحق التي يتزعمها قيس الخزعلي ووثقت العديد من المقاطع المصورة تجدد الاشتباكات اليوم بين سرايا السلام والعصائب إلا أن اللافت كان نفي خلية الأعلام الأمني وقوع اشتباكات مشيرة إلى أنما جرى جريمة قتل